وزي ما احنا متعودين هنا في البرنامج وتحديدا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة وفتح باب التنسيء اللي احنا بنسلط الضوء على عدد من الكليات اللي يمكن فيها مجالات جديدة وبرامج دراسية جديدة كلية الأداب بجامعة إنشامس اعلنت عن أربع برامج دراسية جديدة معتمدة للطلاب البرامج دي بتوفر تخصصات تعليمية مطلوبة في سوق العمل في مصر وبرة مصر وهو ده اللي بيتم التركيز عليه في تطوير التعليم الجامعي علشان كده معانا يعني يكون كمان يكون فيه ربط ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل علشان كده هنعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الأداب في جامعتين شمس صباح على خاطرتك يا دكتور صباح النور وقال وسهلا بحضراتكم في الحقيقة أنا عايزة بس أعمل إعادة قراءة تاني لكلية الأداب دايما يعني كلية الأداب بكلية نظرية كلية أدبية أنا عايزة أقدم لها رؤية مختلفة شوية هذا سبب وجود حضرتك معنا النهارة تمام نعرف الأربع برامج الدراسية الجديدة والجديد اللي بتقدمه كلية أداب جامعة إن شمس تمام قبل ما نتعرف على البرامج اللي إحنا تم افتتاحها بالفعل عايزة بس أدي زي ما قلت حارك فكرة الأول عن طبيعة كلية الأداب كلية الأداب فيها ما يقرب من 14 قسم ممكن نقسمهم إلى أقسام خاصة باللغات وأقسام عملية وأقسام نظرية يعني هو المسمى الأداب لكن مش معنى كلية الأداب إنها كلها كلية نظرية وتخلو من الشق العملي أنتوا عارفين طبعا إن اللغات مطلوبة في سوق العمل والسوق العمل ما بيستغناش عنها أبدا على الإطلاق صحيح فبالتالي إحنا عندنا ما يقرب من 6 أو 7 أقسام بتقدم اللغات زي قسم اللغة الفرنسية، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغات الشرقية، قسم اللغة العبرية، قسم اللغة العربية إلى جانب أن باقي أقسام الكلية اللي هي مش لغة فيها بصفة أساسية لغة تانية أو أكتر زي الإطالي، زي الأسباني، زي الألماني في إرشاد سياحي اللغة الإنجليزية بتدرس في جميع الأقسام الخاصة بالكلية إذن فعندنا فرع لغات بحت في كلية الأداب وزي ما اتفقنا السوق ما بيستغناش أبدا عن اللغات الشق التاني اللي فيها أو الفرع التاني اللي فيها هو الفرع العملي أو التطبيقي وده بيتوفر في عدد من الأقسام زي قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية زي قسم المكتبات، مسمى قسم مكتبات لكن في الحقيقة كل دراسته عملية وبتتوافق مع رؤية مصر 2030 لأنه قايم على البرمجة وعلى التحول الرقمي وكل شغله عملي قايم على التطبيقات على الحاسب الآلي فما فيش شغل المكتبة التقليدي اللي احنا بنسمع عنه على الإطلاق هو مسمى كده لكن بالفعل هو مختلف تماما كل شغله عملي قايم على البرمجة والرقمنة وإعداد مبرمج ومحل البراء يعني شغله كله عملي القسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية نفس الحكاية كله قايم على البرمجة على تأسيس قواعد البيانات على تحليل البيانات على الاستشعار عن بعد فهو قسم عملي كمان من الأقسام المهمة جدا واللي مش بتسلط عليها الدوق سواء طول تاريخه أو عهده كده في الكلية ولا تم إعادة تطوير وتماشي مع المتغيرات اللي موجودة لا تم إعادة تطوير هو كان الأول اسمه فعلا قسم جغرافية بعد كده بقى اسمه الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية فنظم المعلومات اللي هي كلها قايمة على الشغل على البرمجة والشغل البرمجة يعني فده كان نوع من فعلا من التطوير أما قسم مكتبات فمنذ أن أنشئ اللايحة بتاعته وكل المقررات اللي بتقدم فيه ألم على كده على البرمجة وعلى خريج مبرمج وعلى مؤرشف مبرمج يعني كله باستخدام الحسوب من الأقسام تانية المهمة جدا الدراما والنقد المسرحي يعني ده قسم عتق بتنفرد بيه كلية الأداب يعني معد برامج كاتب سكريبت مؤلف حوارات نديم نصوص مسرحية فكل شغله برضو وفيه مشاريع تخرج يعني لازم الطالب بيقدمها إلى جانب بقى الأقسام النظرية العادية اللي بتهز بالنفس وبتهز بالروح زي أقسام الفلسفة زي علم الاجتماع يعني كلية الأداب لها أكتر من منظور لغوي وعملي ونظري يعني بتنقسم إلى تفريعات كتير قوي أو متنوعة جدا أما بقى بالنسبة لسؤال حضرتك طبعا يعني إحنا منظومة متكاملة مش ممكن نعمل عبق أبدا في المجتمع مش ممكن أن نخرج طالب يبقى عبق على المجتمع فبالتالي كان التوجه في القوينة الأخيرة أن الطالب اللي يتخرج هو نفسه يتحلي فرصة العمل وفي نفس الوقت أنا ما خليش عبق على المجتمع وما خليش عبق على سوق العمل أن أنا خرجت لك طالب وإنت مكلف أن أنت تشغله وهو مش مؤهل لأي حاجة خالص فبالتالي كان كل الاتجاه أن احنا هنعمل برامج جديدة البرامج الجديدة دي هتشوف الأول ندرس سوق العمل محتاج إيه واحتياجاته إيه وبعد كده بناء على احتياجات سوق العمل هنبني مقررات ولواقح وبناء عليه هنفتح البرامج اللي تتواكب مع سوق العمل وبعد الخطوة دي بنتواصل مع جهات التوظيف عشان نشوف الخريج اللي احنا ادينا هولهم في المنطقة دي اللي بيغطيها هل ده بيغطي موصفاتهم أو بيغطي احتياجاتهم بحيث نرجع نعمل إعادة تصحيح خالي نفهم حضرتك النقطة دي يعني الطالب بعد ما بيتخرج الجامعة بتحاول ناية توفر له فرصة عمل وبعدين تتواصل مع جهة العمل تشوف ان كان مؤهل بشكل كافي أو لا بالزبط بحيث نعمل إعادة تصحيح أو إعادة تصحيح مصار لو الخريج ده بالمواصفات اللي كان سوق العمل محتاجها فيه شيء معين أو خلل معين احنا بنعيد التصحيح تاني وبنعيد النظر تاني في اللواقح وبنعيد التقويم تاني وما فيش عندنا أي مشكلة خالص احنا يهمنا ان احنا نساعد في خدمة المجتمع الجمهورية الجديدة اللي بتتطلب خريجة على مستوى عالي خريج يخدم المجتمع لازم لازم يعني نكون في الحتة دي مؤهلين ووعيين جدا ان ده دورنا وان ده واجبنا الجمهورية الجديدة محتاجة كفاءات محتاجة شخصيات مؤهلة بطريقة كويسة جدا فما فيش أي منع ابدا ان احنا وبنتابع وبنحدث وبنتور مش مشكلة خالص فبناء عليه استحنسنا عدد من البرامج الجديدة يمكن اهمهم برضو برنامج نظم المعلومات الخاصة بالقسم جوارفية عملوا الى جانب البرنامج القديم اللي هو الجيوماتيكس الجيوماتيكس اللي هو قايم على تقنية المعلومات المكانية ده بيخرج اخصائي مساحة اخصائي تحليل وبرمجة مكانية اخصائي نظم معلومات جغرافية كل ده باستخدام التقنية الحديثة الاستشعارة عن بعد كل ده يعني معتمد تماما على التقنية الحديثة وبرمجة ما حدش يربط ان ده لي علاقة بكلية اداب اللي لما حضرتك شرحتي دلوقتي اه يعني مني بقولك لا الكلية بصراحة فيها مجموعة هيلة جدا من الشخصيات العضاية تدريس الكفء والمتميزين واللي قادرين على التطوير يعني والتغيير مصار القسم خالص فالبرنامج المقدم ده بيغدم فعلا سوء العمل وبيقدم طالب متميز ومختلف كمان من البرامج الجديدة وهي في مجال اللغات قسم الدراسات الانجليزية البينية القسم ده هو صحيح لغة انجليزية لكن هتلاقيه دخل في كل المجالات في الاعلام في الاثار في السياحة في ارشاد السياحي في الفضاء علوم الفضاء يعني هتلاقي طالب خريج يعني مؤهل تماما ان هو يتعامل مع هذه المجالات باللغة الانجليزية في برامج جديدة خاصة ايضا باللغة زي برنامج اللغة الهندية اللي بيقدموا قسم اللغات الشرقية اللغة الهندية اعتقد انها ندرة جدا في مصر ويمكن ما فيش حد يعني بيدرسها او لها برنامج خاص طبعا ده بيقدم اولا خدوا بالكو احنا في ميزة كمان في كلية الاداب ان الاقسام اسمها اللغة الانجليزية او اللغة العبرية او واتفر يعني وادبها فاحنا مش بندرس لغة بس انت بتعمل تواصل ثقافي وحضاري وبتطلع على ثقافة الاخر بتكشف المجتمع بتبقى عارف المميزات بتبقى عارف العيوب اللي في المجتمع فده بيعمل تواصل حضاري وتواصل ثقافي وبيدي رؤية لو حد عايز يستعين بالخريج هيبقى عنده رؤية عن المجتمع ده عيوبه مميزاته فهي مش لغة بس هو كمان اطلاع على الثقافة والحضارة وده مهم جدا نعم دكتور يمكن اولياء الامور اللي بتفرجوا علينا ويعرفوا الاربع برامج دول اول سؤال انا لو علي امره هيتبادر لذهني بعض الناس بتشكك لا اصل دي مش مجال متخصص اوي او حاجة مستحدثة على كلية اداب فالكادر التدريسي اللي هيكون موجود مش هيبقى يعني عنده كل المعلومات الكافية بهذا القسم فتعالى وديك الجامعة الخاصة الفلانية وهنا طالما بادفع نظام ساعات متمدة وهنا نفس القصة فهيبقى فيه فرق مصري فعاوز اول سؤال اللي هي على فكرة الكادر التدريسي هل هي او هم دكتورة من كلية الاداب ولا بتجيبوا دكتورة متخصصة بيتم انتدابهم من كلية تانية جامعة عن شمس جامعة كبيرة وكلية الاداب كلية كبيرة واحنا اللي بيتم انتدابنا للتدريس في الجامعات الخاصة يعني جامعة عن شمس على اي مستوى كلية حتلاقي اللي بينتقل يعني شمس وقاهرة تحديد اكيد طبعا الاصول يعني الرجوع زي بيقول فضيلة فمعظم اللي بيدرسوا في الجامعات الخاصة هما جاين منين اساسا من الجامعة عن شمس او من القاهرة فبالتالي هما النواب هما الاصول اضافة احنا عندنا اقسام في الكلية هي مش موجودة يعني منبعها ومنشأها جامعة عن شمس وكلية الاداب زي قسم مثلا اللغة العبرية وادابها صحيح قسم اللغة العبرية هو الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية المنفرد بتدريس اللغة العبرية فقط هتلاقي اقسام تانية لغات شرقية لغات سامية يعني بتدرس اللغة العبرية ضمن لكن القسم الوحيد مثلا على مستوى جامعة عن شمس وكلية الاداب في تدريس اللغة العبرية فقط فإحنا عندنا المنبع المنشأ أول ما نأسسه هذا القسم هم اللي عملوا الفروع بتاعة الجامعات الأقليمية فأقويس على كده بقى بقيت الأقسام يعني إحنا النواة والأصل وما بقى يعني ما يتفرع هو فروع فطبعا الكوادر طبعا مهيئين ومدربين وعندهم الأساس السليم والأساس الصح خاصة أن إحنا ما بنيجي نحط برنامج أنا مش هحط برنامج وأنا ما عنديش الكادر يعني حتى ما يتوافقش على برنامج إلا إذا كان متوفر الكوادر إلا هتدرسه وإلا أنا مش هعمله عندي أنا هروح أعمله في الحتة المتوفر فيها الكوادر دي فبالتالي أي برنامج عشان يتنشئ لازم ما بيتوفقش عليه أساسا إلا إذا كان عضاه التدريس مؤهلين فعلا وكوادر يعني على قدر عالي جدا وقدر على أنها تشيل هذه المقررات والدرس فده بيبقى داد شيء طبيعي في أي برنامج بيتعمل سواء إحنا يعني فيه برضو عندنا برنامج أنا أساسا قسم لغة عبرية فإحنا عملنا برنامج للدرسات العبرية والإسرائيلية أقدر ناس على تدريسه إحنا لأن إحنا الملمين باللغة العبرية ده كان هدفه دراسة المجتمع الإسرائيل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودينيا وثقافيا واجتماعيا أنا المدى الخام عندي هي المصادر العبرية الكتب العبرية مين المؤهل لللغة العبرية أقدر أتواصل بشكل مباشر من المصدر أنا باخد من المصدر الأصلي الكتبات على كل هذه المستويات بقراها بفهمها بتفهمها وبقدر أن أحللها وقدم صورة وافية لهذا المجتمع إن ما كنتش ملمة باللغة العبرية أنا هيبقى عن بعد هاخد من مصدر إنجليزي ومهما كانت الترجمة دقيقة عمرها ما بتكون متبقى 100% أكيد طبعا فعشان كده الكادر والتأهيل ويعني إحنا درسنا الليسانس ده أربع سنين درسنا فيه كل ما يخص يعني العادات التقاليد المأكلات اللبس القضايا المجتمعية كل ما يخص المجتمع فبالتالي وبالعبري كل ده بيبقى بالعبري مصادر العبري الأدب كنت بأتكلم فيها أنا وجمانة عبل الفاصل وهي المصاريف أنا آق أيسر حديث سريعا جدا على فكرة الساعات المعتمدة نظام الساعات المعتمدة ويفرق إيه عن الجامعات الخاصة والحكومي عشان بس نعرف السادة المشاهدين هو في الحقيقة يعني الأسعار تعتبر أو المصروفات تعتبر يعني مقارنة بغيرها يعني ضئيلة للغاية يعني أو معقولة للغاية يعني تحبوا أن أنا أقول يعني يعني مثلا عندنا برنامج زي اللغة الهندية والدراسات الإسرائيلية والعبرية ده المجمل بتاعه في السنة حوالي 12 ألف جنيه يعني وبيدفوا على فصلين دراسيين 6000 و 6000 الدراسات اللغة الإنجليزية والجيوماتيكس 21 ألف ودول برضو بيدفوا على فصلين دراسيين يعني الشريحة المتوسطة ما بين التعليم الجامعات الحكومية والتعليم الخاص دي الشريحة المتوسطة في النص وبتفرق خاني أكد بس المعلومات دي مع حضرتك الفكرة كلها أنه بيكون المجموعة أقل شوية من تنسيق جامعة الحكومية لا هو لازم يجي له كلية أداب في الأول الشروط بقى بتاعة الأقسام العادية شروط الأقسام العادية بتبقى هي اللي أصعب شوية من شروط الأقسام دي لكن لازم يجي له تنسيق أداب بعد ما بيجي له تنسيق أداب إحنا عندنا تنسيق داخلي للأقسام العادية والبرامج اللي هي الخاصة ممكن هو ده اللي بيفرق فقط في الشروط وبتبقى شروط ضئيلة جدا يعني هنلاقي إنجليزي مثلا القسم العادي 48 درجة إحنا ممكن عندنا في البرنامج الخاص من 40 إلى 45 درجة يعني فروق بسيطة جدا نحن طبعا نشكر حضرتك جزيلا شكر الدكتورة حنان كامل قائم بأعمال عميد كوليد الأداب جماعة عين شمس تورتينا في صباح الخير مرسي أيوانا بالتورف جدا وسعيدة جدا بلقائكم احنا أسعى بحضرتك